بعيدا عن الجدل حول مدى شرعية المصار السياسي الجديد بما فيه الاستفتاء تشهد الحملة الترويجية للدستور نقاشا حادا حول مضمونه يتركز الجدل هنا حول النظام السياسي المقترح فمعارضوا الدستور يرون فيه تمهيدا لنظام قاعدي جديد أثبت فشله في تجارب سابقة إضافة إلى أنه لا يؤدي بالضرورة إلى تجاوز سلبيات النظام السياسي والانتخابي الذي ركزه دستور عام 2014 هناك تصورة تمركز السلطة مرة أخرى في يد رئيس الدولة رئيس الدولة غير قابل لأي رقابة مقابل إضعاف مطلق لكل السلطات الأخرى التي ممكن أن تسائل السلطة تنفيذية التي يمثلها الرئيس الدولة نحن لم نتناول بالبحث ما يحمله مشروع دستور ولكن في المحصلة وجدنا أن ما نقشناه في مشروع البناء القاعدي هو بالفعل ما حمله مشروع الدستور 2022 في المقابل يعتبر مؤيدو هذا الدستور أن تركيز نظام رئاسي قوي كفيل بالقضاء على هيمنة الأحزاب وما تنتجه من فساد ومحسوبية وابتزاز سياسي أنهك الدولة وأثر على نموها وتطورها طوال السنوات الماضية بالنظر بشكل موضوعي وبشكل واقعي لما وجد في فصول الدستور أعتقد أن لا خوف على نظام السياسي في تونس تم تصويب العملية تم إعادة الأمور إلى نصابها بعيدا عن سطوة مجلس النواب وسطوة الكتلة السياسية المهيمة وصحبة المال السياسي والدعم الخارجي وتم إعادة الاعتبار للسلطة التنفيذية بعيدا عن تشتر هي مواقف المتخصصين والنخبة السياسية من الدستور في انتظار ما سيقوله الشعب يوم الخامس والعشرين من جوليا فيما يتوقع أن تشهد البلاد تطورات قضائية لافتة خلال الساعات المقبلة إذ ينتظر أن يخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق بشأن شبهات فساد وتبيض أموال ما بين مرحب بإجراء الاستفتاء على الدستور مؤيد لمضمونه ولسيما ما ينص عليه من إرساء للنظام الرئاسي وما بين رافض لهو محذر من خطورة بعض فصوله في ظل غياب أي رقابة على رئيس الدولة ينقسم المشهد التونسي مرادد الأنسي تونس الميادين